السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي عاملين ايه؟ معاكم فاطمة بحاتي والنهاردة فيديو جديد جميل جدا جدا ان شاء الله هنعمله مع بعض هنعمل مع بعض الكبدة والمخ على طريقة المحلات بطريقة سهلة ولذيذة وطعم بقى ولا كلمة طعم طحفة جدا قدمناها النهاردة مع العيش البلدي وعملنا سندوشات وحاجات لذيذة جدا حاجة كده بجد تفتح النفس الاكل عجبت الولاد جدا ان شاء الله تجربوها وتعجبكم انتو كمان يلا بينا بقى علشان نشوف مقدرنا في البداية هنتبل الكبدة والكبدة معانا حوالي كيلو من الكبدة متقطعة شريح هضف لها معلقة كبيرة من التوم المفروم ربع كباية من عصير اللمون معلقة صغيرة من التوم البودر والبصل البودر كسبرة نشفة وكمون هنحط كمان فلفل اسود برضو معلقة صغيرة وملح على حسب التزوق يعني في حدود معلقة كبيرة ممسوحة هقلب الكبدة مع التدبيلة كويس جدا جدا لغاية ما خلي كل قطع الكبدة طالها التدبيلة والتدبيلة كويس قوي هسيبها بقى في التدبيلة على بالمجهز المخ عندنا النهاردة اتنين من المخ غسل توم كويس جدا ولو في شعر ولا في اي حاجة نضفتها وشطفتها بمية وخل حضرت عندي الخضار والملح والفلفل وكمان ورق لورة وقرفة وحبهان ومستكة فمية عن نار بتغلي هحط ورق اللورة والقرفة العود وهحط جزر وتوم وبصل وتماطم وكمان شريح من اللمون هسيب الخليط ده يغلي كله مع بعضه واضيف الملح والفلفل وكمان المستكة والحبهان عايزين راحت المخ تبقى حلوة جدا من غير اي زفارة هايل جدا يلا بينا بقى نضيف المخ بعد ما المية تغلي تمام وهنسيبه على النار عشر دقايق بالزبط وهكون مجهزة مية فيها مكعبات من التلج علشان اول ما المخ يعدي عشر دقايق هبتدي ارفعه من النار على طول وحطه في المية المتلجة اللي فيها قطع التلج عشان اوقف عملية التسوية على طول بالشكل ده هايل جدا مجرد بس ان هو ياخد صدمة في المية المغلية وانطلعه نحطه في المية اللي بتلجي عشان نوقف عملية التسوية وما يتهريش معانا وبعد كده هشطفه كويس جدا واسيبه بقية صفة وينشف كده علشان ابدأ ان انا اقطعه ترنشات بالشكل ده هايل جدا نقطعه ترنشات كده وهتشوفه بصه متماسك مش مهري زي الفل كده المخ بقى جاهز ان احنا نشتغل فيه ونكمل الطريقة خلصنا خلاص تقطيع المخ كله وبقى معانا بالشكل ده يلا بينا بقى علشان نجهز التغطية بتاعت الكبدة وبتاعة المخ هايل والكبدة تتبلت والمخ تسلق وتقطع والدنيا تمام هبدأ اجهز التغطية بتاعت الكبدة وهتكون عبارة عن كباية كبيرة من الدقيق كباية من الردة النعمة كمان اقدر احطه نص كباية من النشا وهتبل ببصل بودر وتوم بودر وملح وفلفل رشات بسيطة علشان تدي للكفر او للتغطية طعم حل هقلب المكونات دي كلها مع بعض كويس جدا علشان تبقى جاهزة ان انا اغطي بيها قطع الكبدة يبقى دي تغطية الكبدة كانت عبارة عن ايه كباية دي ايه كباية ردة نعمة نص كباية نشا ملح وفلفل وتوم بودر وبصل بودر رشات بسيطة وهنعمل دلوقت التغطية بتاعة المخ كباية من البقسمات وممكن اضف لها برضو نص كباية من النشا وبردو نفس التدبيلة توم بودر بصل بودر ملح وفلفل وهنقلبهم كويس مع بعض كده برضو التغطية بتاعة المخ جاهزة معانا هرب بطين بملح وفلفل برضو علشان يبقوا جاهزين للمخ ويلا بينا نشتغل في الكبدة وهناخد شرايح الكبدة اللي التدبيلت كويس قوي وقعدت في التدبيل لحوالي نص ساعة واحطها في خليط النشا والدقيق والرد واضغطها بالشكل ده علشان تمسك عليها كويس جدا تاني يبقى ناخد شريحة كده من غير اي اضافات تانية وهبتدي ان انا احطها في المقدار التغطية ده وبطتها كويس او اضغطها كويس عشان يمسك عليها جميل جدا بالشكل ده لغاية ما نخلص المقدار بتاعنا وكده الكبدة جاهزة علشان نحمرها تعالوا بينا نعمل المخ كمان هبتدي اخد قطع المخ انزلها في البيض اللي انا ربيته بمعلقتين حليب مع ملح وفلفل واشيل من البيض احط في البقسمات اللي احنا برضو متابلينه وحطينله شوية نشا مص كباية نشا مع كباية كبيرة من البقسمات مع رشة ملح وفلفل وبصل بودر وتن بودر وبرضو نضغط على قطع المخ علشان يمسك عليها البقسمات يبقى من البيض للبقسمات مع الضغط علشان يمسك عليه برضو لغاية ما نخلص كل الكمية كده احنا خلصنا الكمية بتاعتنا بالشكل ده حلوة قوي يلا بينا بقى نروح على طاسة سخنة فيها زيت الزيت سخنة وعلى نار متوسطة وهبتدي ان انا اقلي هقلي في البداية المخ علشان لو قالنا الكبدة في الاول بتغمى الزيت شوية فهنقلي المخ الاول وبعد المخ ما يتقلي هنطلع ونحط مكانه الكبدة اهم حاجة الزيت سخنة على نار متوسطة لغاية ما المخ ياخد معانا اللون الدهبي هنبدأ نرفعه من الزيت على مناديل مطبخ علشان تمتص الزيت الزيادة زي ما انتو شايفين كده الريحة جنان جدا والطعم بجد في منتهى الجمال المخ طالع مستوي ومقرمش ولذيذ جدا جدا هنسيبه يتصفه على مناديل المطبخ وتعالوا بينا نحمر الكبدة وبردو الكبدة لازم يكون الزيت سخنة وعلى نار متوسطة والزيت يكون مغطي قطع الكبدة بحيث ان كنتي ما تحتاجيش تقلي بيها علشان ما تتهريش وتطلع او تقبئب الكفر من على الكبدة تمام بالشكل ده لغاية ما تاخد معاك اللون هتلاقيها استوت وباقت زي الفل اهم حاجة كمان لما تطلبي الكبدة من الجزار اطلبيها شرايح متوسطة ما تكونش رؤياها قوي علشان ما تنشفش معاك وما تكونش تخينة قوي علشان ما تطولش معاك على النار تمام يبقى شرايح متقطعة بسمك متوسط يلا بينا بقى نقدم المخ والكبدة هنقدمهم على فرشة من الجرجير الحلو ده هقدم معاها كمان طماطم متقطعة شرايح اي مخلل بقى عندك انا عندي زاتون هطلعت منه وهريسة ليه هريست الفلفل وعملت بقى كوكتيل من البهارات حطت معلقة صغيرة كمون ومعلقة صغيرة شطة معلقة صغيرة كسبرة نشفة مع معلقة كبيرة ملح وقلبتهم مع بعض وخلتهم علشان اللي عايز يرش في السندويتشات بتاعته طعمها برضو ببقى حلو جدا وانا هبدأ اعمل سندويتش اهو وحط فيه الكبدة حط جرجير الاول ودي المخ والكبدة هرش رشة من البهارات او خلطة البهارات اللي انا عملتها هايل حطي بقى طماطم حطي مخلل مع فلفلاخدر براحتك جدا زي ما انتوا شايفين كده اكلة بجد تفتح النفس ما شاء الله عجبت الولاد جدا جدا ما شاء الله كمان خطفوها وخلصوها ان شاء الله اتجربوها وتعجبكم عايز اعرف بقى رأيكم ايه والتطبيقات بتاعتكم الجميلة اللي دايما بتسعدني اعملوا يلا وبعتولي التطبيقات على الجروب على الفيسبوك وان شاء الله ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب وفعلي الجرس كمان علشان توصلك الفيديوهات اول بول اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة